التمرين العسكري الأسد الإفريقي 2021 انطلقت التمرين العسكرية بكابدرعا بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية والسنغالية وقد كانت هذه فرصة عظيمة لتبادل الخبرات الميدانية بين المشاركين في هذه المناورات لقد استطاع الجنود المشاركون في هذه التدريبات التكتيكية أن يرفعوا من مستوى قدراتهم القتالية حيث أجروا مجموعة من حصص الرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة الثقيلة منها والخفيفة وموازاتا مع ذلك أجريت عدد من التمرينات التكتيكية المشتركة والتي كان المغزى من ورائها هو تدمير مجموعة أهداف لعدو افتراضي وقد تمت هذه العمليات بمهارة وحرفية عاليتين وحققت بذلك كل الأهداف المسطرة It was all to destroy many targets which were a fictitious enemy Those operations were carried out professionally and successfully لقد كانت تجربة فريدة من نوعها برهنت فيها مرة أخرى قواتنا العسكرية عن مدى جاهزيتها الكاملة للتصدي لكل التهديدات المحتملة وما أبانت عنه هذه القوات ليدعو إلى الفخر والاعتزاز This experience proved the readiness of all forces engaged to face any likely threat within the frame of the international cooperation between the different forces participating in this exercise ترجمة نانسي قنقر